موسيقى 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 رحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا عبر نور الشباب نبدأ نهارنا متل ما تعودنا بالإنجيل المقدس واليوم مع الأب جوزاف سعد الراهب الماروني المريمي موسيقى موسيقى المشدلة أقرأ بالإنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوكا فيما كان يسوع وتلميذه سائرين دخل يسوع إحدى القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتة وكان لمرتة أخت تدعى مريم فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه أما مرتة فكانت منهمكة بكثرة الخدمة فجاءت وقالت يا رب أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي فقل لها أن تساعدني فأجاب الرب وقال لها مرتة مرتة إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين إنما مطلوب واحد فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها حقا والأمان لجميعكم هالإنجيل يلي سمعناه منشوف هالصورة يلي بنقلنا ياها لوقة عن هالحدث يلي عيشوه مع الرب وبيحكينا عن مريم ومرتة هالشخصيتين يلي بيشوف وحدة منهم منهمكة ومضطربة بالعمل والتانية مرتاحة ومزغية إلى كلام الرب اشتهر دايماً هالإنجيل بأكتريت المرات بس نتناوله إنه مريم والتركيز على مريم يلي اختارت النصيب الأفضل بالإصغاء إلى الكلمة ودايماً مرتة هي اللي بعيدة عن الرب وببعض المطارح منشوفه إنه يمكن ما رح تنال النهاية أو ما رح تغتني بذات الغنى يلي اغتنت فيه مريم إذا بنجي ونطلع على هالشخصيتين نحنا اليوم كل شخصية منعيشها بيومياتنا منعيشها بتفاصيل حياتنا لدرجة إنه ما في تمييز بين مريم ومرتة بالنسبة لأقلنا لأوقات لدرجة بتنخلط علينا هالشخصيتين بشخصية واحدة قداء أوقات ما بقى نحنا منهمكين ومش ملاحقين على الشي اللي عم نعمله ومش فاضين نسمع على حدا بحياتنا وأوقات كتيري كمان ما بيكون قادرين نعمل شيء غير إنه نصغي لكلام الرب ونكون موجودين لأنه منكون اللي يمسين حضوره بحياتنا تقلوني اليوم أنا ويكون شوي نحكي عن هيد التفاصيل بين مريم ومرتة بيومياتنا نحنا تعودنا إنه لحظة اللي منوعة ولحظة اللي مننطلق بالحياة دايماً في شيء لازم نعمله دايماً في إنتاج لازم يكون موجود برنامج لدرجة منقول أنا اليوم ما عملت شيء إذا أنا اليوم ما اشتغلت شيء وما كنت عم بنتج بمعنى الانتاج بقول أنا اليوم نهاري ما كنت له عازي بس ببعض المطارح بنسى كمان أنه أنا اليوم كنت مثل مريم عم بزغي أو يمكن عم شارك أو يمكن عم حادث حدا بموضوع أو بحاجة هو مارئ فيها فأنا اليوم بعيش مريم وبعيش مرتة إنما الأساسي هي الجملة اللي قال ربنا لمرتة مش إنك تهتمين بأمور كثيرة الاهتمام من طبعنا الإنساني وأنا اليوم لازم اهتم بالعمل ولازم اهتم بالكلمة إنما الكلمة اللي هي مفصلية وتطاربين أنا اليوم بدي أعرف أنه الشغل اللي عم بعمله إذا في نوع من الاضطراب يعني أنا في شيء بعد منه ثابت يعني في شيء بعد منه ركب بمحله حتى أنا كف مشواري لقدام لحظة اللي بعيش هيدا الاضطراب يعني أنا بعدني عم سائل بالمحل الغلط مرتة كانت عم تشتغل ما حدا قال لي خاف في شغل ما حدا قال لي ليه ما عملته مرتة كانت عم تشتغل وكانت عم تخدم لأنه البيت باسمه مثل ما بقول الإنجيل ودخلوا منزل بيتة امرأة اسمها مرتة فإذا البيت لمرتة ودائما صاحبت البيت هي اللي بدأت تعمل قيمة الضيف اللي موجود فمرتة كانت مهتمة بيسوع وبضيوف حتى ما ينقص شيء بالوقت اللي مريم كانت عم بتفتش كمانا كيفية قادرة تستفيد من يسوع مرتة اهتمت بالصورة مريم اهتمت بالمضمون مرتة كان همه كيف لحظة اللي يطلع يسوع من بيتة تعرف انه كان مستقبل أحسن الاستقبال ومريم كان همه انه تكون عم تنتلي من يسوع ومن كلامه نحن اليوم اللي مطلوب منا تكون مرتة ومريم نهتم بالدير طبعنا نهتم ببيتنا نهتم بحياتنا الروحية نهتم بحياتنا الدنيوية بس بذات الوقت علينا نكون مريم ياللي حاضرة ياللي عم تصغي تتشوف ارادة ربنا ومشيئته بحياته وان تحتى تكون عم بتنسق وعم بتكمل بين حياته اليومية والحياة الروحية وهالسلام الداخل ياللي ربنا بيعطينا اياه وياللي كان عم بيحكي عنه يسوع مريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها شو هالنصيب الأفضل عن شو عم بيحكي يسوع انه قادة ما عم تشتغل ولا انه قادة واختها عم تشتغل وهي مرتاحة النصيب الأفضل هو الراحة الداخلية ياللي منعيشها لحظة حضور ربنا بحياتنا وهيضا الحضور نحنا منحدده هذا الحضور فيكون بقلب عمق ضجيج وعمق شغلة ربنا حاضر وانا عم بزغل ربنا وقادر كون بأبسط وأجمل وأهدى المواقع وأنا ربنا منه حاضر بداخلي فغلونا نحنا اليوم نعرف نختار موقعنا بالإنجيل إن كان من مريم وإن كان من مرتا نعرف إنه في محل مطلوب نخدم أنا اليوم في خي الإنسان اللي يعيش حدي مش بس علقت مع ربنا علقت مع الإنسان فاللي مطلوب مني حب اخدم كون موجود وكون عاطي حق لكل شخص عم بيمرق بحياتي قد ما هو بحاجة وأكيد ما فيه إنسا اليوم يكون الرب هو الأساس بانطلق يكون هالشي اللي عم بعطيه هو ربنا ما أنه أنا الإنسان يلي عم بعيش جواتي هو اللي عم يعطي الصورة لبرة هو يلي عم بيغزي الإنسان الآخر يلي موجود بحياتي فغلونا نحنا نعرف نختار هالسلام الداخلي بحضور ربنا بحياتنا ونكون دايما عم نخدم مثل ما كانت مريم ونزغي نخدم مثل ما كانت مرتا ونزغي مثل ما كانت مريم آمين مشاهدينا منتوقف مع فاصل ومنرجع من بعضه لنتعمى أكتر بإنجيلنا اليوم ترجمة نانسي قنقر اشترك يا مريم سلطانة الجبال والبحار وملكة نبناننا العزيز الذي أتيت مجده وشدت أن يكون لك لنزل ها إنا أنا شيضا الخلاصي تجداح حناجر الشهداء ينتظرون أكليل المجد وتلتحك بصدى الطامعين في حياة الأبد يا من ظهر منك مخلص كل وجود مشركا على الجالسين في ظلام الخول افرحي افرحي فما الرسل الذي لا يصمد افرحي يا من بطاعتك ما على زمن الغربة ورد الغضب الإلهي يا كرمة حقيقية أينعت العنقود البالغة قاطرة الخمرة المفرحة نفوس الذين يهدفون إليك يا أم المخلص خلصي يا براء ضارعت نقاوتها تلجى لبنان وفح عرف طهرها تعرف في زهور لبنان وتسابت مرتفعة كالأرز في لبنان نسألك أن ترقي بالنظرك الوالدين شني عمليكي وطبصتي يديكي الطاهلتي وطلبكي آمين ترجمة نانسي قنقر موسيقى عاودة لكم مشاهدينا نتعمق أكتر بإنجيلنا لليوم أبونا من الرحل بحضرتك عن جديد معنا مرسي أنتوني أبونا منشوف بالبداية بالإنجيل المسيح بيقول عن مريم اختارت النصيب الأفضل ويلي حضرتك أيضا ربطلنا إياه بالسلام الداخلي اليوم لما الإنسان مننا يختار النصيب الأفضل كيف بيقدر يحافظ عليه؟ النصيب الأفضل عدا عن أنه هو هالسلام الداخلي هو حضور ربنا بحياتنا مرتك كانت مهتمة أن تخدم الرب بس بذات الوقت ما كانت حضرت يعني الخدمة كان فيها تنطر هالعامل اللي كانت عم تقوم في مرتك كان قادر ينطر والوقت اللي كانت مريم عارفة أنه هالرب ماري زيارة منه باقيه فكانت عم تغتنى منه نحنا هاية اللي لازم ببعض المطارح ننتبه له تنحافظ وعلى وجود الرب بحياتنا لأنه نحنا مش ربنا يلي بيمرق مرء الطريق بحياتنا نحنا يلي منفتح له ومنسكر له هالباب يلي ربنا بفوت من خلاله على حياتنا فأنا اليوم بدي أعرف لحظة اللي عم بيعيش حضور الرب كيف اكتني منه كيف اخلق مجال للرب يغنيني ويعبيني من حضوره للاحظة يلي بالنسبة لأيلي أنا بنطلق للعمل أو عم بغيب الرب من حياتي يكون هالشي اللي اغتنات فيه وهم ثلاث منه كيف وافر انه كون عم بضاين طلع حديث ما برجع بفتح المجال لربنا ترجع بفوت على حياتي فطريقة المحافظة عليه هي بأنه تنتبه انه هالمخزون يلي معي أو هالسلام الدائق اللي أنا عم بيعيشه عم بينقص عم بيزول صار فيه مشاكل صار فيه تشنجات هدول علامات واضحة انه أنا صرت بحاجة تيرجع الرب يشتغل بحياتي تيرجع الرب لحياتي تيرافق هالأعمال وهالأحداثة اللي أنا عم بمرق فيها تكون أنا ضمن هالستابليتي يلي الرب عم بيعطينا إياها يلي الرب عم بيأمننا إياها فمريم عرفت تختار النصيب الأفضل بأنه قعدت عم تزغي للرب وتركت أشيء يلي ببال المجتمع العادي والمجتمع اللي بيتطلع له انه المجتمع بالعادي بنتبه انه ايه فات يسوع ما حد أعمل من قيمته ما حدا هتم فيه هيدا رح يكون التعليق هيدا اللي كانت خيفانة منه مرتا مش نيكات عم تركض وتشتغل لأنه البيت قتز بالعالم وما فيك اليوم يكون عندك ضيف وما تعمل من قيمته فعضعا ان مستضيفة يسوع كان فيه جماعة كان فيه تلميز وكان فيه عالم زيادة تابعة يسوع مرتا عجقت عليها بس كانت لو تركت الخدمة العالم كانت رح تنتقل ايه فتنة لعندها مهتمت فينا وهي دي الشغل المجتمع اليهودي كتير بيعليق عليها مريم ما كانت سئلانة مريم كان بالنسبة له حضورة رب استثنائه دخل الى البيت فمريم تركت شو ما كان عنده وقعدت تنتلي لأنه كانت بحاجة وعارف قيمة أشياء يلي عم تعمل اذا بدنا نحكي عن اذا فينا نقول شخصية مريم اللي كانت جلسة عند أقدام المسيح وكانت اذا فينا نقول عم تصغي للي عم يحكيه المسيح انت لان من هذه الفكرة كيف تتجلى يمكن اهمية لقائنا نحنا كمؤمنين لقائنا وتأملنا وخلوتنا اذا فينا نقول مع المسيح بحياتنا ان كانت اليومية او مسيرتنا الإيمانية دايما بعلاقتنا مع الرب اللي بيعطينا هالزخم وهالاندفاع القوي بعلاقتنا فيه هي قدان احنا قدرين ننزوي وقدان احنا يكون في عنا هالتواصل بينها وبين ربنا مريم هاللي قاعدة على أقدام يسوع ما منشوفها كتير عم تختلف عن مريم ام يسوع اللي كانت على أقدام الصليب مشوفهم كلما نتقرب أكتر من يسوع كلما قدرين نختني من الأمل كلما قدرين نختني من الرجا اللي ربنا بيعطينا اياه تنمشي لقدام بحياتنا فأنا اليوم مطلوب مني انه اعرف لقي هيدا الوقت اللي الرب عم بيعطينا اياه حتى نكون قاعدين معه الرب دايما دعوته لقلنا مفتوحة وبيحيالله وقت هو ناطر حضورنا انما صارت الشغلة قيمتا انا بقرر اني احضر قيمتا انا معي وقت تأعطيه لربنا فاللي مطلوب مني انه سكت العالم من حوله بافكاره الدنيوية بافكاره المادية بافكاره يلي دايما مبنيه على حاجة انا بحاجة 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 اذا منجي ومنطلع عالمنا شو صار صار كله حاجة دايما بدي 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 بنسى ببعض المطارح انه الرب حاضر طي يعطيني اكتر بكتير من اللي انا عم بطلبه دايما منختبرها مع الرب انه شو ما اطلب بنيل منه اكتر يمكن مش لاحظة اللي عم بطلب انما اكتر بالوقت المناسب وبالطريقة الانسط حتى يكون عم بنما وعم بكبر مع الرب فمريم بقعدتها فصارت لنا انه انا علي اليوم قرب من الرب كون ملزوق فيه مش تارك مجال انه حدا يفوت يلي هنا وبنبسط الامور بس نكون قاعدين بالقداس دايما منفوت منفتش على اخر بانك او من ورا من النص لورا تنقعد وميصير قاعدين ايما انا بس روح القداس بتشتت انا بس روح القداس بالتهي مريم اليوم المثل الاجمل للانجلي بيعطينا اياه قادي على اقدام يسوع يعني مش تارك بقى مجال حدا يقرب اكتر منه على يسوع اذا انا مطلوب مني لحظة اللي بدي اوصل واتشارك مع يسوع هالشعور وهالوقت الي انا وياه مش لازم اترك مجال لحده يفوت بيني وبينه يعني اذا عدد بالكنيسة بدي جرب قدمة فيه اقرب لقدام تقدمة فيه يخفف سبب يمكن القلتهاي الي عم يمرق فيه او التشتت واذا قاعد عم صلي مع ربنا بدي جرب قدمة فيه اضبط الجو من حول انه شو ما كان معقول بدي يسير انا قاعد مع ربنا بشناك بقلنا ربنا بس بقى تكون صلوا فوت عقودتك وسكر بابك وصلي بينك وبين بايك اسمه وهو بيسمع لك قداش عم نطلع من المجتمع طبعنا من البيئة طبعنا حتى نتواجد مع الرب وكل ما نعيش هيدا البعد كل ما منقرب اكتر نحو العالم كل ما منطلع اكتر نحو العالم مثل قديسة تيريزة يلي هي كانت حبيسة واعلنت شفيعة المرسلين فاذا مش عبرة قد انا عايش بالمجتمع لأساسي قد عايش انا حضور ربنا بحياتي ومن هناكو بالرايح صف العمل عامل لربنا لانه هو يلي عم بيحرق كل شيء من حوله ابونا لما نحكي عن التواصل مع الرب اليوم في كتير اشخاص يمكن بتقولك انا ما بعرف ما بعرف هيدا الموضوع او يمكن بتفكر ان التواصل مع الرب هي فقط يمكن من خلال الصلاوات اللي احنا منقريها اليوم هل كل واحد منا بيختلف بعلاقته مع الرب بطريقة تواصله وكل واحد منا لازم يكتشف هو شو هي الطريقة الانسب له للتواصل مع الرب اكيد كل واحد منا بيختلف عن التاني بس ببعض المطارع في شيء احنا ممكن منسميه الاساسة اليوم بس نلتقى بحياة الله شخص اول شيء واللي دايما منقوله بونجور كيفك بعدين عم ننطلق الى الباقي ومنرجع ومنفوت بالمضمون اذا فيه مضمون ولا مرة بيوصل حدا وبيشكي لأ كمه وشو مشكلته وبلا ما يسلم وياخد وقت تيقلع بالحديث علاقتنا مع ربنا هي ذات الشيء انا اليوم لحظة الي بوصل عم بحكي مع ربنا فينا التزم بالصلاوات اللي معلمتنا اياها الكنيسة فينا التزم بصلاوات انا مختراعة او انا ملقيها او من وحي الازمة اللي انا او المشكلة اللي انا عم بمرق فيها بس اللي اساسة هو هالحديث وبذات الوقت من بعد الحديث الاصغاء يعني دايما جواب الرب بيجي بالصمت جواب الرب دايما بيجي من خلالنا نحنا والمرة راح نسمع صوت من برات هالعالم عم بيعطين الحل على مشكلة انا واقع فيها الحل بيطلع من جوا من داخل انا ان الرب ساكن جواتي ما انه بمحل بمزهرية عم بتهز او بصليب عم بيتحرك او بصورة عم تدمع او بذات عم بيطلع هاو يمكن حلوان هاو يمكن اساسية بعض المطارح بايماننا بس اليوم بدي افهم انه هاو صور هاو اشياء يمكن فائقة للطبيعة بس مش بالضروري يكون ربنا موجود فيها ربنا دايما بيفتش على ابسط الامور وعلى اسلس الامور وعلى اهدها يعني ربنا دايما موجود بالهدوء مثل ما صار مع الية النبي لقى اخر شي ربنا بالرواء لا بالنار ولا بالعاصفة لقى بنسمة العليل يلي مرقى برات المغارة والرب ذات الشي بيتعاطى بحياتنا بده رقواء حتى احنا نقدر نتواصل معه هو عم بيحكي بس هالضجة اللي احنا عايشين فيها تمنعنا نصغي للرب ونسمع صوته فقدي انا بعيش هيدا الهدوء قدي انا بعيش هيدا الصمد قدي انا بنفتح نحو ربنا قدي رح لقى الجواب يلي انا عم فتش عليها اجونا اذا بنرجع شوي لانجيلنا اليوم ولسيام الشخصيتان يلي هن مرتا ومريم بنشوف مرتا كانت عم تشتغل كانت بالنظرة هي من خلال خدمتها ليسوها خدمتها للموجودين هي هيك ممكن عم بتقوم او عم تعطي ايه من المسيح الموجود عندها بينما مرتا نشوفها هي كان جلسة عن اقدامه وعم تتأمل باللي هو عم بيحكيه انطلاقا من هيدا الفكرة بالتحديد فيها نقول انه اليوم الصلاة والتأمل لحالهم ما بيكفوا والخدمة كمان لحاله ما بتكفي لازم انه طيناتهم يشتغلوا مع بعضهم ضروري التوافق بيناتهم من هون كان هنون الرهبان اللاتين أورايت لابورا يعني عمل ووصلاة ما هي انا على اي اساس عم بنطلق للعمل وانا ليه عم بشتغل دايما ان احنا بعملنا في نوع من التضحية انا هيدا وقت لقلي عم بسخروا بخدمة شخص تاني هلأ وصلنا يمكن بمجتمعنا الحال للمديات وانا اليوم بشتغل 8 ساعات بابل هلقات بشتغل 6 ساعات بابل هلقات بابل هلقات ببس اليوم هالخدمة اللي انا عم بعملها فيها تضحية من ذاتي انا ولو انا بحاجة لهالبديل اللي عم باخده بالاخر بس بذات الوقت انا عم بحط من ذاتي انا عم بحط من وقت انا عم بحط من تضحيتي عم بحط من كياني تحت قدر اوصل مطرح ما انا بدي اوصل فاللي مطلوب منه انه نعرف نجمع بين الصلاة يلي فرجتنا ياها مريم ويلي هي كتير اساسية تحت انا اعرف اعطي قيمة للعمل اللي عم بشتغله وبذات الوقت مرته اللي كانت هما كيف يضل يسوع مرتاح ما يكون نقصه شي هو وضيوفه تتكون الكلمة عم توصل احنا اليوم بنا نعرف انه هاي دي الكلمة بحاجة لخدمة تتوصل احنا اليوم بس ننطلق تنبشر في خدمة عم نعملها حتى هاي دي الكلمة تكون عم توصل ويكون عندها تقلع وعندها فعلة انا عم بختم بس بذات الوقت هالكلمة وصلت بصوية كتير توصل بدون مضمون هذا المضمون هو صلاتي فازا الخدمة هي الصورة اذا بدنا نحكي نعطيها التشبيه هي صورة الكلمة اللي عم توصل والصلاة هي مضمون هالكلمة اللي انا عم بوصلها كلمة اختنى من ربنا كلمة هيقدر اكتشف ربنا ان كان بحياتي وساعد الاخرين على اكتشف الرب وطريقة عمله وطريقة شغله بحيات كل واحد منا نعم ابونا خلال كلمتك حضرتك تقولنا لازم نعرف نحنا كيف نختار موقعنا ولازم نعرف كمان كيف نحسن علاقتنا مع الانسان انتلاقا من اللي حكيته حضرتك نحنا كيف نقدر نختار موقعنا على اي اساس نختاره لهذا الموقع وكيف كمان منحسن علاقتنا مع الشخص الاخر خاصة وانه بكتير من الاوقات نحنا لا شعوريا او لا ايراديا منرفض لهذا الشخص كمان دايما باليوميات يلي منعيشها نحنا دايما منشد على الخدمة او على الظهور لان بعض المطارح منلاقي انه هيدا الشي بيظهر وقويل كتير انه اذا انا عدت وصليت وعيشت هيدا النوع واذا بدك اللي بعض عالم بتسميه تقوقه وانه عم تسكر على حالك بس تكون عم بتصلي وربنا موجود اكتر باكتر من انه تكون عم بتصليله وانه عارف نلاقي هالميزان بين اتنين انا دايما مطلوب ان اليوم رح نعطي اكزاب يمكن هالسهرة الانجلية انا اليوم دايما اشخاص تتشارك معي بصهرة انجلية بدي حضر لهذه السهرة واذا انطلقنا من باب الخدمة انا اليوم بدي حضر بدي اخد معي يمكن ست ساعات اربع ساعات قد ما انا بحاجة بس بذات الوقت لحظت اللي بتحضر هالكلمة وبتبلش السهرة الانجلية الخدمة بدي توقف لانه صار وقت الصلاة صار وقت الكلمة صار وقت هالشهال التانية الي انا اليوم بدي عيشها واختنا منها وبي حياتنا ذات الشي انا بنطلق بخدمتيه بنطلق بعمليه بس بدي اعرف لقي وقت انه كله اللي عم بيشتغله عم بيوصلني التأرجع انا اسكب كل اللي اشتغلته بكرم لرب ما احنا اليوم اخير بنقول بس كون عم نشتغل ما احنا وسيوها عبيد بطرين انا كل اللي عم بعمله ما هو اكتر من اللي انا لازم اعمله وازا انا اليوم القجر ما بستحقه او ازا استحقيت هيدا القجر لاني عملت هيدا الخدمة فازا انا اليوم ما عملت شي زيادة انا ما عهشت شي ذي انا عشت على الاد يلي مطلوب مني وهيدا الشي منه كيفي دايما مطلوب مني اكتر دايما مطلوب مني ضحي واغي وجود وفيد بالشيء اللي موجود عندي لأنه ولا مرة رح ينقص هو الحب أنا كل ما حب كل ما الرب رح يماليني أكتر ولو العالم جرحتني ولو العالم إزيتني ولو العالم مشكرتني ولو العالم مقدريت ربنا قادر لاحظت اللي أنا عم بحب محبة بربنا اللي أنا عم بحب متمتل بربنا على الصليب اللي يعطانا كل شيء حتى الموت هو قادر يعبر معنا من صليبنا للإيامة بس بدي يكون أنا مقتنع أنه ما حده على الأرض قادر يغنيني بحبه مثل ما غناني الرب وبزيد تلوقت هاللي مطلوب مني ولا يمكن حدا ياخده مني وما حدا قادر يفصلني عن ربنا إلا إذا أنا خطرت هيدا الشيء فإذن قديه بحب قديه بعضي قديه الرب رح يرجع يعطينا من تنمال ونحن ما نعيش كتير بعلاقات الحب اللي منمرق فيها بس ننكسر بعلاقة حب وذلك أنا ما بوقع بدي حب أنا بوقع بدي عيش هذا الشعور أنا نقزات بس بعد فترة قليلة منلتقى بشخص هو المناسب ولا لا منكتشف أنه حبيني أكتر ما حبينا أول مرة ومن هذا الاختبار قادرين نعرف أنه كل ما نحب كل ما رح نحب أكتر وكل ما نفتح مجال للحب والعطاء رح نلاقي حالنا أنه عم نتوسع وعم نعطي أكتر لدرجة أنه منوصل آخر شيء من لقي أنه حتى الوقت اللي مخصص لإلنا بطل إلنا صار لربنا ولا الشخص الآخر أقولنا بختم لك أنا حوض الإنجيل كاليني بتحب تقولها مريم ومرتا هن الشخصيتان يلي ما نعيشهم بيومياتنا نحن هده حلو يكون فيه هالتنسيق وهالتكامل بين الشخصيتان جواتنا نعرف أنه الخدمة اللي عم نخدمها هي للرب تكون صورة الرب عم توصل بشكل حلو وبشكل متكامل وبزيط الوقت تكون هالكلمة يلي حاملينا هي كلمة صلاة مبنية على إصغاءنا للرب مش بس أنه نسمع لربنا أنه نكون عم نصغي حتى تكون صورة ومضمون أجمل شيء نحن عم نعطيه وعم تنعكس عن حضور ربنا بحياتنا أبونا جوزاف سعد نحن بدنا نتشكرك على وقتك ومشاركتك معنا اليوم مرسي مشاهدينا نحن أيضا بدنا نتشكر متابعتكم لألنا ونتمنى لكم أحد مبارك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر